السلام عليكم في هذا الفيديو راح اتكلم عن القير ايكون اكس المقدمة قبل شركة سامسونج عبارة عن سماعة لاسلكية حقيقية تقدم لك اكثر من وظيفة بسهر 699 درهم اماراتي متوفر منها بثلاثة الوان نفس الالوان الموجودة او المقدمة من او اللي شفناها مع القير فيد 2 طبعا راح ابدأ مع الموضوع المتوافق او لا هذه السماعة توقع مع نظام الاندرويد 4.4 المعروف اسم الكيت كات فما فوق فاي جهات في عالم الاندرويد يقدر يشتغل او يشغلك هذه السماعة طبعا بامكانك استخدام هذه السماعات من دون اللجوء الى التطبيق فعندك هذه الحركة طبعا غير المتوافقة مع نظام الايو اس فهذه برضو نقطة مهمة جدا في داخل الصندوق فيه اشياء جدا مهمة الحافظة هذه لها اكثر من وظيفة ورح تكلم عنها لاحقا سلك يو اس بي الى مايكرو يو اس بي وادابتر من يو اس بي الى مايكرو يو اس بي ووسائد للاذن وقبل ما انتقل لي موضوع التصميم وجود التصميم فيه نقطة جدا جدا مهمة الوسائد الخاصة بالاذن او خاصة بهذه السماعة اللي تجي معها ضروري جدا تتأكد انها اذا كانت الموجودة في نفس السماعة مريحة او لا للاثب بالنسبة لي اللي كانت جاية مع السماعة نفسها كانت جدا جدا مزعجة الصراحة فاضطررت ان اغيرها استخدم مساعد نفس الموجودة في اضافية قصتي اقدر استخدمها فاختفت هذه المشكلة بشكل نايف فانت جرب اول شيء واذا ناسبتك اوكي اذا ما ناسبت غيرها لما نيجي للتصميم وجود التصنيع باختصار تصميمها جميل جود تصنيعها لصغيرة الحجم مقاومة لرشات الماء طبعا اللي لازم اذكره لكم هي الحافظة الحافظة هذه برضو صغيرة تقدر تاخذها معك وينما تروح وحتى تقدر تدخلها في جيبك ما عندك اي مشاكل لكن هذه الحافظة تعطيك مايكرو يوس بي لشحن السماعات او ممكن توصلها في الجوال من خلال الادابتر مع السماعات بحيث انه تنقل ملفات الصوتية مع الاربع جيجابايت الساعة التخزينية واللي تقدر تعطيك الى الف ملف صوتي فهذا برضو شيء كويس او من خلال الحاسب او من خلال الحاسب او من خلال الجوال فعندك كذا خيار ممكن تنقل فيه الملفات الصوتية الشيء الثالث والمهم جدا ان تحافظ على السماع لانه هذه السماعات جدا صغيرة ماي يعني تختفي داخل الاذم بنسبة 100% لا بنسبة كبيرة لكن راح تكون بارزة ببعض الشيء فهذه الحافظة جدا جدا مهمة فيها اي نارة LED هذه اذا تحوت له الاحمر معناته انه البطارية جدا ضيفة اذا تحوت له الاخضر معناته انه تمشحنا بشكل كامل هل هي مريحة السماعات طبعا هي مريحة بالفعل جدا جدا مريحة تحركتي مين ويصار نطيت سويت اللي اقدر عليه لكن ما حسيت انه في مشكلة انه ممكن تطيح هذه السماعات بالفعل ثابتة بسبب تصميمها الذكي فهذه فيما يخص بينها مريحة او لا لكن من الاشياء اللي برضو مهمة جدا انه في منطقة لللمس لازم تفهم الوظائف الخاصة فيها من خلال التطبيق اللي هو سامسونجير تقدر تغير انه بدل ما تكون منطقة اللمس في الجهة اليسرى ممكن تخليها في اليمين او العكس فانت اختار الانت اللي تبغى عموما اذا نقرت يعني سوت نقرة مرة واحدة فانت ممكن تسوي تشغيل او ايقاف مؤقت للملفات الصوتية مرتين التشغيل التالي للملفات الصوتية او الاجابة على المكرمات بما انها مزودة بالمايكروفون او النقر ثلاث مرات للعودة سابقا للملف الصوتي فممكن تستبيد منها ممكن برضو انه اذا علكت بشكل مطول يقرار لك المينيو او يعطيك الوضع الحالي للرياضة اللي انت قاعد تسويها فكل هذا يتم من خلال الصوت برضو يخبرك بحالة البطارية الخاصة بهذه السماعات طبعا السماعة فيها مستشل الحركة وفيها مستشل دقات القلب وفيها ايضا احتساب لنظام السعرات الحرارية وفيها خاصية جميلة اللي هي الامبينت ساوند ولها فائدة مهمة وهي انه اذا كنت مثلا انت بتسمع اللي حواليك فممكن تفاعل هذه الخاصية لانه بسبب حجمها وبسبب تصميمها قادة تعطيك عزل للضجيد بشكل خارق ما فيها هذه التقنية لكن بسبب تصميمها تعطيك عزل جدا جدا رائع بالنسبة للصوت العزل دائما كذكرت لكم رائع الصوت بشكل عام اقدر اقول لك انه جيد جدا البيز يعني نوعا ما مقبول لكن نحط فيه مشكلة الاول مشاكل اللي واجهت فيها من خلال هذه السماء انه بما انها تقترم بالاثنين من خلال تقنية او من خلال الاقترام بتقنية البلوتوث فوحدة منها بعض الحيان خاصة اللي في اليمين تفصل يعني تحس ان ان قاعد تسمع من جهة واحدة وشوي ترجع يعني هذه صارت اكثر من مرة مو بس مرة ومرتين وخلاص حتى ما التهديث الاخير لاحظت انه فيه هذه المشكلة فاتمنى انه يكون فيه تحديث حل لهذه المشكلة لان يعني بعض الحيان وانا قاعد امشي انه تفصل واحدة واحدة قاعد تشتغل ويصير العكس بعض الحيان مزيجة للامانة مزيجة الشغرة الثانية اللي هي البطارية 47 ميلي امبير فالبطارية الخاصة بهذه السماعة اذا ما اقترنت بلها تمحمول من تجربة يعني رح تطيك ساعة ونصف ساعتين بالكثير من الاستماع المتواصل للملفات الموسيقية من استخدام مستشعى الحركة من استخدام مستشعى الدقات القلب لكن اذا اقترنت بلها تمحمول فمعك ساعة بالضبط بالضبط ساعة بالضبط وبعدها تنتي على اقل سرعة الشحن رح تكون سريعة سريعة لكن اتوقع سبب حجم البطارية الضعيف انه بسبب حجم السماعات نفسها فالتطبيق نفسها نفس ما شفنا في القير في التور رح يتمد على الاس هيلث فمن هنا تقدر تتحكم بوين تبغى منطقة اللمز وايضا في موضوع تحكم ملفات الصوتية ونقل ملفات الصوتية وطاعك بيانات كبيرة جدا عن موضوع الرياضة وثورة الصحة فهذا او هذا كان تجربتي مع سماعات القير اي كون اكس تجربة رائعة جدا من ناحية التصميم من ناحية جود التصنيم من ناحية العزل جدا خارقة لكن اتمنى من سامسونج يحلو مشكلة الفصل هذا الشكل غبي ليصير ما بين الاثنين بطارية يبغى لك تتعود عليها او انك تجرب سماعات اذن غيرها تأتي بطارية اكبر شوكم اخير ان شاء الله مع السلامة